يعتقد الساسة في العراق أنه لا شيء يعيد هيبتهم الزائلة أمام الشعب العراقي سوى إشعال الفتي لفتنة طائفية تجعل كل فئة تتجمع حول ممثليها من السياسيين وعلى ذلك بدأت اللعبة القديمة المتجددة التي تسبق كل انتخابات كنوع من الدعاية التحريضية وتأهيل أرضية مشحونة طائفيا تؤهلهم لكسب أصوات الناخبين المنتمين لمذهب كل منهم ولا يتورع هؤلاء الطامعون في المنصب عن إشعال حرب طائفية لا تبقي ولا تذر مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بدأت الأحزاب وممثلوها يلعبون على وتر المشاعر الطائفية فاستعادوا ذكرى مجزرة سبايكر في لباس جديد من حيث المتهم والتفاصيل فبعد أن أعلنوا سابقا أن داعش هو المسؤول الأول والأخير عن المجزرة بدأت الاتهامات تكال إلى أطياف شعبية برمتها من عشائر ووجهاء في محافظة صلاح الدين وعليه بدأ التحشيد الميليشيوي وقطع الطرقات في المحافظة وإمعانا في إشعال الفتنة وجدوا مواقع التواصل مرتعا لبث شعارات طائفية تستهدف رموزا دينية وتاريخية مثل التهديد بهدم تمثال بان بغداد أبي جعفر المنصور والاعتداء على حرمة ضريح الإمام أبي حنيف النعمان على الضفة الأخرى كثير ممن نسوا المعتقلين والمغيبين وسكتوا على معاناة أهلهم من أجل الحفاظ على المناصب بدأوا الآن يتكلمون عنهم وصارت قضية جرف الصخر شغلهم الشاغل رغم علمهم بالعجز عن إخراج أي معتقل في سياق دعاية انتخابية تستثمر في معاناة أهالي المناطق المنكوبة لا أكثر هذه الدعايات المبتذلة لم تعد تنطلي على العراقيين فلقد تجاوزوا بوعيهم الذي صقلته التجارب مرحلة التقوقع الطائفي خدمة لأجندات الأحزاب حيث جكلت المقاطعة الشعبية الكبيرة لانتخابات عام 2018 نقطة تحول في نظرة الشارع للعملية السياسية